السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعة 29 تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان يعني اليوم في عنا خلو مسار عنا اليوم أحداث ولازم ننتبهلها القمر الآن موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لغاية الساعة 6.53 دقيقة من صباح اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان وبعدها رح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 4 من عصر يوم الجمعة بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد بالنسبة للقمر طبعا موجود الآن في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وثلاثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها على منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته منشعر بالطمأنينة والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات من الآن ولغاية ساعات الصباح اليوم رح نتحرك أو من الآن لغاية ساعات الصباح رح نتحرك في جميع الاتجاهات ولكن بظل تقلب الأفكار والأفعال والأقوال موجود بيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ أو تسجيل دورات تعليمية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية ورح نتكلم عنها وهي الزاوية من قبل خلو المسار هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثلاث دقائق فجرا بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها بتجعلهم مزاجية طباع هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين وعندهم زيادة احتمال يعني وضغط وهذا فاحتمال أنهم يتعرضوا لبعض الحوادث وما منوح سن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة وحدة وثلاث دقائق فجرا فجر اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيج رح يستمر لغاية الساعة ستة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا خلص القمر بنتقل وبيستقر في برج السرطان عشان هيك خلال ساعات النهار منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحسيسنا الزائدة هذا الشيء حتى لو كان شيء بسيط بتكون حساسيتنا زيادة كثير منحاول خلق جو من الأمان لأنفسنا ولأحباءنا ولأطفائلنا منميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي رح تيجي على بالنا خلال هذا اليوم اللي ممكن تجعل البعض منه يضرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام للأكل والشرب ومراقبتهم في هاي الفترة لأنه شهيتنا بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا الاهتمام أو شراء أو استئجار أو بيع عقار وبرضو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين يعني إحنا اللي بنهتم بمتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة بنحضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ونحاول أنه ما نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها فحصات، مراجعة، طبيب، أخذ علاجات الاهتمام فيها أهاد بصير أما عمليات كبرى ما بنصح فيها من الآن ولغاية ساعات الصباح عنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هاي من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق برضو اللي هو الغشاء اللي بيبطن جدار البطن الداخلي اللي بيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر طبعا بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ولكن مش بفترة خلوة المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش بفترة خلوة المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلوة المسار القادم بيبدأ الساعة وحدة وست دقائق بتوقيت جرينتش ظهرا ظهر يوم الجمعة وبيستمر حتى تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 16 يوم في تمام الساعة 14 دقائق عصرا بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 92% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم طبعا أول شي عندنا الشمس في القوس حتى يوم 22-12 هي سعيدة بنسبة 50% القمر في الجوزاء ورح ينتقل لبرج السرطان في ساعات الصباح ورح يضل في برج السرطان ليوم 11-12 سعيدة الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% عطارة في القوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بتنشطوا اليوم يعني إلى اليوم الثالث على التوالي في أمور بتتعلق بالسفر والاتصالات وبظل في نشاط بالحوار والنقاش والتنقلات ولكن انتبهوا أثناء قيادتكم للسيارة في الشوارع المفتوحة من الآن ولغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا التركيز حول المصالحكم البيتية والعائلية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية أو من المسئوليات وإن كثرت وحاذر الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك نشاطاتك الأعباء كثيرة وهذا الشيء يعني ممكن يخليك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهمش أنكوا تتجنبوا النفقات ابتعدوا عن المغامرات والمجازفات المالية قدر الإمكان من الآن ولغاية ساعة الصباح أما من ساعات الصباح فهنا بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع الإخوة أو مع أخ أو جار بتقدر تعبر عن رأيك بجراءة وحرية وبإمكانك أنك تعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال خلال هذا اليوم أهمش أنك تحاذر إهمال الوضع الصحي والجنة بالإرهاق برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم أنتو عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها من الآن ولغاية ساعات الصباح وبظل في طاقة عالية جدا ولكن بدكوا تنتبهوا أنه ما تجازفوا بقراراتكم تدرسها ما تتسرع باتخاذ القرار أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظم الأقصاط لا تسمح الفوتير والدفعات أنها تتراكم عندك فكر بمنطق وعلج الأمور الطارئة فورا اليوم بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف اليوم فيه نوع من أنواع لقاء داعم لا إلك وبرضو ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا ما تشعرون به من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح أهم شي انك تظلك ضابطة عصابك وما تتخذ قرارات حاسمة وتنتبه لصحتك من ساعات الصباح وما بعد بتمتلقوا نشاط وحيوية بتعيشوا لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات ممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطة تستعيد حياتك رونقها وحيويتها وطاقتك بتصير ممتازة جدا وممكن اليوم تبدأ بكثير من الأمور تكون لصالحة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم تنشطوا اجتماعيا انه بتلتقوا الأصدقاء من الآن ولغاية ساعات الصباح بيظل الأجواء الاجتماعية داعمة ولكن بدأ الضغط يزيد عليكم شوي لانه القمر بيقترب من بيت المتاعب حاول انك ما تعصب وما تتخذ قرارات حاسمة لانه من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم عصابكم وبسجل اليوم ركود على جميع الأصعدة فعشان هيك بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم يبل ما تراجح حالك ألف مرة بتتخلص من عاداتك القديمة وينشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا قدر الإمكان إنه ما تشوهوا سمعتكم بأي شيء حاولوا قدر الإمكان إنك تهتم بأعمالك وما تقدمها ناقصة أما من ساعات الصباح فوانا بتنشطوا بين الأصدقاء بتصير تشوف الأمور بوضوح أكثر وبنظرة متفائلة وبيطمئن بالك لأنه ممكن تحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمي شنك تلطف الأجواء وتحاول إنك ترجع لعلاقات لطبيعتها اجتماعيا اليوم رح يكون مميز فعشان هيك ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيظل مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات مفتوح بشكل كبير ولكن اللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة من الآن ولغاية ساعات الصباح بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الصباح فهنا يعني من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون واضح فيه أولوياتك وما تدع أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات أنت اليوم تتمتع بسرعة خاطر على أموركم المالية المشتركة ولكن بدون ما تكفلوا حد بدون ما تجازفوا ماليا بدون ما تغامروا حاول إنك تنتبه لمصريفك ولأموالك أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا ممكن يصلكم خبر سار من بعيد أو من خارج البلاد وتعتبر هاي فترة حافلة بالنشاطات ترتفع المعنويات وبتقوى الحضوض بعضكم ممكن يسافر أو ممكن تشترك بمؤتمر أو إنه يكون فيه اتصالات بعيدة مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو ممكن تتلقى أو تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض أو ممكن يتعالج مسائل متنوعة منها عاطفي منها اقتصادي منها يعني الأجواء بتصير منتازة جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل إنه بوسعك وتعزيز شركاتكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بدك تظلك ضابط اللي هي التوترات والإنفعلات عندك وردات الفعل ما في داعي للعصبية لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج خلال هذا اليوم شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر بينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم واصلوا من الآن ولغاية ساعات الصباح واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق انتبهوا لصحتكم القمر بده يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك الأعصاب الطاقة ضعيفة بلش يتقلب المزاج عندكم ما تخلوا الاكتئاب يسيطر عليكم لأنه في ساعات الصباح بصير القمر مقابلكم تماما بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم وطاقتكم ضعيفة صحتكم متقلبة من ساعات الصباح وما بعد وتصير فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنبوا ردات الفعل العنيفة فترة يعني فيها هيك نوع من أنواع الضغط العالي ولكن ممكن تعزيز الشراكة المالية العاطفية علاقتكم ما بين الأزواج وأيضا أنك تستعين ببعض الأشخاص لإتمام بعض الأمور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا مماليا ولكن ما تبلغوا بالحضوض وممكن ضل في اهتمام على مستوى الأحبة أو حدث بيتعلق بأحد الأحبة عندك أحد الأبناء ضل مهتم فيه لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وأنا بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي أثناء التعامل مع زملائك بالعمل وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك تستعيد كامل حيويتك بالدور الأحداث بسرعة ممكن تمارس نشاط أو تمارس عمل جديد بحماسة عالية جدا ولكن بدك تنتبه لصحتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنهمكم بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة من الآن ولغاية ساعات الصباح أهم شيء أنه بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية والمشاكل العائلية أما من ساعات الصباح فهنا الأجواء بتصير رائعة جدا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحد باكم بتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاولوا معالجة الأمور بروية مبتعدين عن التعقيدات الأجواء راح تصير إيجابية أكثر ممكن تمارسوا هواية أو تجميل أو تهتموا بالأبناء يعني كل شيء حلو راح يكون من ساعات الصباح وما بعد هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء